الحقيقة جوه مصر وبرا مصر تجارب الحقيقة متميزة جدا تقول انك انت امام مدير فني متميز الحقيقة يمكن مع دجلة تحديدا ومع الجونة جوه مصر نتاج محترمة جدا وقدر يعمل مواسم كويسة جدا معاهم وبرا مصر وتحديدا في بلجيكا كمان كان ليه تجرئبة مميزة جدا هنكلم اكتر مش بس عن مشواره لكن كمان عن الكرة وعن البطولات اللي موجودة حاليا وعن النادي الاهلي طبعا اللي عنده مواجهة مهمة جدا في تونس يوم السبت اللي جاي كابتن هشام زكريا وضفنا في السادسة مساء خير كابتن هشام سيد احمد زي حضرتك نقول الدنيا ده نور حضرتك انا اشرف ان ما احضرتك ونقول مبروك لانه في تجربة جديدة بتبتدي اعتقد مدير فني مصرات الصلاة يمكن ما بقلهاش ايه تمانية واربعين ساعة بالزبط بالزبط الحمد للاربع من اثمانيا يا رب السداد وتوفيقكم بس قبلها طبعا بعزي اخونا الكبير كابتن شبير طبعا فاخوه ربنا يتغمدوا بالرحمة واربنا يجعلوا مع النبيين والصدقين 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 والشهداء اللهم امين يا رب اللهم امين اتمنى يا رب السادة التوفيق تجربة جديدة مع منظومة محترمة مسادة الصلاة مشروع جيد اتمنى يا رب في السادة التوفيق كان فيه كزا مشروع الفتر الفاتي بعد ما سبت الداخلية تعرضوا لكن هم بصراحة اقنعوني بالمشروع بتاعهم ايه طبعا قبل ما ادخل في تجربة المساد الصلاة انا عارف قصة الداخلية وعارف قصة ديجلا وعارف قصة الجونة لكن مش عارف قصة بلجيكا قصة بلجيكا دي جديدة بالنسبة لي فانا عايز اعرف تفاصيلها منك اه دي كانت سنة الفين واثناشر اعرف هذا كانت ساعتها التوقف كانت تانا ساعتها المدير فني الودي ديجلا اي فالنشاط كان واقف يعني في ظلنا الجهاز طبعا والله بالضبط الاحداثة كانت موجودة كانت نشاط واقف اتصل بها مهانس ماجد سامي ده اخ فاضل ومن الناس الواحد بيحتازي بها جدا طبعا كان سواء طبعا صاحب او الورنر بتاع ليرز البلجيكي طبعا هو كان الورنر ليرز وترنقاوت اوكا كان ترنقاوت بيعاني في الفترة دي كان عنده خمسة بونت وكان بيصرع هبوط طبعا اتناقشنا في المشروع ازاي ان احنا نخلي ترنقاوت في السيزون ده لازم يقعد في الدرقة التانية وكان عندنا كمان فرصة الحمد للارب عامين كان النظام هناك مميز جدا عشان قصة التلاعب وكلام ده كله كان بيعملوا حاجة اسمها البلي اوفس لانه هو في كل في ثلاث فترات من الدولة مقسمين الدوري تلت تلات تلات لو قدرت بتت من الثلت تلات تلات دول حتى بعد الاول ما صعد انك تاخد مركز اول تقدر تعمل بلي اوفس فاحنا كنا بنسرع بين حاكتين ان احنا نقعد لان كان الفرق اه سيد احمد ده حوالي خمساشر بونط احنا كنا بالزبط ستة بونط او خمسة بونط كان فتح دي من السيزون لما انت افضل حداشر ماتش حداشر ماتش هو كان بالزبط تلاتة وثلاثين بونط محتاجين من تلاتة وثلاثين بونط مش اقل مثلا ناخد تسعين في المائة من اللبنان تمام عشان تفضل عشان افضل وبعد كده افكر في حتنا يالعب لقرس ونالاخد فطبعا عجبني جدا احب قصة اتنحدي جدا في المشاريع زي دي كمان كان مستر مهانتس ماجد كان صبورت كبير جدا جدا لينا كان صبورت كبير قوي قدرنا سافرنا والحمد دولار 40 كان معي ابطال بصراحة يعني كان معي مجموعة كويسة جدا قدرنا هناك جهاز تقصد جهاز ولعيبة لا لا خدنا جموعة كبيرة جدا كان حوالي 11 لعيب او 11 لعيب الحمد لله رب العالمين الحمد لله قدرنا ناخد حوالي 28 بنت وفرقت معنا في هدف حيثة الصعود البلي افسه وقدر الترنقاوت يقعد في الدرجة التانية السنة اللي بعدها طبعا الناس تمسكت بي طبعا الفريق رجع وتمسكوا بي ان انا اكمل السيزون التاني ربنا كرمنا الحمد لله كنا بالنافس وكنا يعني يكاد يكون بيني وبين الصعود حوالي اتنين بنت تمام اه اتصل بقى تاني بقى صندس ماجد وقال لي كان ساعتا كان في الوقت ده كان الفين واربعتاشر كان ودي دجلة عنده كان بيصارة هبوط فقال لي وكان عندنا كونفدرالية الافريقية فقال لي حشان عايزك ترجع لان الوضع هناك لا يحتمل يعني الوضع كان ودي دجلة مركز القبل الاخير تماما فطبعا ما اقدرش ما فكرتش يعني رجعت على طول الحمد لله رب العالمين كان في مصف السيزون ربنا وفقنا فنشنا مركز خامس وسعدنا لحد اه اه امتالي دور ستاشر كونفدرالية الحمد لله انا مش هكلمك بس على على تجربة اه 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 انا هكلمك على المدرب المصري عموما بتشوف عندنا يعني انا كنت بقولت الحقيقة في البداية انه انا بشوف مدربين مديرين فنين مصريين محترمين جد اه عارف انه هنا لسه الثقافة يعني بتشوف انه الاجنبي نوعا ما ممكن يبقى هو الاوبشن الاولاني او المفضل اه 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 لكن انا بشوف ان احنا عندنا مديرين فنين على مستوى عالي جد ومنهم حقيقة اصحاب باصمة كمان يعني مش هبالي اللي اقولت اصحاب باصمة عشان قصتك مع بلجيكا ومع ترن اوت متبقاش استثناء عشان المدرب المصري يبقى زي يعني زي مدربين كتير جدا منتشر وبيروح بنشوف شوفنا تجارب نكحة كتير المدربين مديرين فنين مصريين قلت في افريقيا وفي شمال افريقيا وفي الخليج عشان تبقى دي القاعدة شايف انه مديرين مفتنين مصريين محتاجين ايه ما يتنزلش ما يتنزلش التنزلات يا الزرح اه هنا في الدور المصري التنزلات عشان اشتغل بقدم تنزلات ايه نوع وطبيعة التنزلات لا كوارث يعني كوارث كبيرة لا كلمني اكتر اه انت النهاردة اه مخطوط في حاجة من اثنين لا تقعد في البيت عايز تشتغل يبقى لازم النهاردة تبقى تبقى الوكيل اللي انت بتشتغل معه تبقى منسق وراه منسق ان انت لازم تاخد المجموعة اللي معاه اللي هي مضيق معاه انا بتكلم صراحة يعني تمام فعشان تعمل حتة دي بقى انت كده بتهدر حق النادي الكرسج اللي مش لذيذة ان النادي بقى موافق يعني النادي بقى موافق على القصة دي فهي القصة كلها انا عيش مرة واحدة لا عيش طول حياتي محترم لإلا افضل اتنازل لحد قدمت تنازلات مع المصرية الصراط لا مصرية الصراط لسه نادي طالع من الدرجة التالتة اي فعشان التجربة بتبتديها بدون تنازلات لا ما فاش تنازلات انا ما قدمتش فضل الله عز وجل فضل الله وكارمه وتأسير عمري ما قدمت تنازلات في اي حيط ان اشعرت فيها يعني انا بقى لستاشر سنة مدير فني عمري ما قدمت تنازلات في قادي دجلة عمرة ما قدمت التنازلات في مشروع الجونة مع الله يرحمه خليب بشارة أو نادر شوقي اتعرض عليك فريق أو فلق أو نادي شفت أنك ممكن تعمل معها حاجة والديل ما تقفلش بسبب التنازلات التي كانت مطلوبة لا ده فرق 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 وبعد أنهم عارفون شخصية هشام يعني 90% من الوقت عارفون شخصية هشام في القصة دي أنا ما عنديش مانع أتعامل مع ناس كلها يعني أن أنا أتعامل مع فرض من خلال الفرض ده أنا أنصاك وراه في مجموعة اللعيبة اللي هو بينق إهالي يعني أقول لحضرك على حاجة قبل ما يحصل ديل أو بتاع المشروع بتاع مسيرة الصلاة كنت قعد مع ناس فجئت أن هم جايبين اللعيبة قبل ما يجيب المدرب طيب أنت قعد معي عشان خطر إيه مجرد يعني أنا أقول حضره نعم بس أفوض أن أنا باجي وبعد كده أنا بكرر أنا احتياجاتي على حسب الطريقة على حسب العضاية على حسب المشروع بس مفهوم برضو أنه إدارات الأندية يعني وارد جدا أنه أنه موديل فني يقعد معي سيزن ويمشي السيزن اللي بعده أو يكمل يعني ده السيناريو وارد فبداعي مش هبني الفرقة مش كل موديل فني هيجيلي هبني الفرقة على إمكانيات وممكن يتحرك في القماشة اللي معاه وأسمح له أنه ندعم بلاعب بلاعبين مركز محتاج مركز يعني حاضر ده بتتكلم كلام مزبوط يبقى لازم أكون موجود عشان خطر يبقى فيه نقاش حسب الطريقة أو حسب أنت النهاردة كتنعت بيها كهشام أن أنا هاجي يعني ربنا يجعني يساب أن أنا أبني لك المشروع ده طب أنا محتاج إيه محتاج أماشي ما وأنا النهاردة هل أنا محتاج أصعد هل أنا محتاج أن أنا أنافس أخد دوري هل أنا النهاردة السنة جاية ما طلب مني أن أنا أشتغل حدد دي تارجت أو الهدف عشان أقدر أشتغل تبقى للإمكانيات أنت عندك مجموعة كويسة تقدر تأمل التارجت ده أنا خلاص مش محتاج حد من بره محتاج بس صفقتين ثلاثة أنا محتاج أبني مشروع جديد مشروع جديد في مرحلة جديدة لا يبقى لازم النهاردة أبني الوضعية اللي تقدر تسدد لي أو تعمل تكون بالتارجت اللي الطلب مني يعني أنا نهاردة مشروعك إيه في المصريات الصلاة والله الناس دكتور عادل دكتور نادر الناس محترمين جداً بمجلس دارتهم المحترمة بعد ما عدت معهم الناس لقيت فكر جميل جداً يكاد يكون أنا بقول من دلوقتي يكاد يكون شفتوا في الجونة مع الله يرحمه خر البشارة مع نادر شوقي شفتوا مع المهندس مجد سامي وزاي كان بيبني مشروع هم عندهم أمل أن يحطوا المصريات الصلاة في حتة كويسة جداً حتة تكون بتنافس على الدورة ممتاز هم كان لهم تجربة قبل كده الناس ادوني الصلاحيات كاملة إن أنا أقدر أبني تيم من خلاله إن احنا بندور على حتة تارجت إن احنا نكون في الدورة ممتاز وده اللي ريح إن انت معاك وناس متفاهمة وناس آآ سيد أحمد الكرة إدارة مش مدير فاني أنا بقول ده ده هرم هرم بيكمل مثلث بيكمل بالتلاتة إدارة محترمة وده الأساس بتحطي من تحت ويبني عليها فريق محترم وجهاز يقدر يبني لك المشروع ده كله وياما أجهزة وفرق على أعلى مستوى محققتش بطولات بسبب الإدارة ده حقيقة متفق معك أنا عشان كده أقول له حضرك الإدارة الأساس صحيح الإدارة الأساس النهاردة فيه مشكلة عندنا رئيس النادي بقى بيفهم في كل حاجة مجلس إدارة بقى بيفهم في كل حاجة فمتدخل في كل حاجة أنا معرفش أشتغل مع الإدارات دي والمشاياة دي أبدا 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 أنت وثق فيه خلص يبقى أنت أجبتيني عشان خاطر أبني لك المشروع ده زي ما فيه سكة متبادلة يبقى خلاص تسيبني تديني الأريحية أن أنا أشتغل براحتي أنا ما قعدت في المشروعين قبل قبل واحد مع صراحة الصلاة وكاد يكون أسامي كبيرة يعني يكاد يكون أسامي كبيرة بإمكانات رهيبة فجأت أن خلاص يعني يعني صوري بدون اسم النادي فيه نادي أنا قعدت معاه عندهم لعبة محترمة جدا لعبة محترمة جدا سكواد هيل يعني يعني تبني أنا واحد من الناس يوم ما هفكر هفكر هتحرك في اتنين تلاتة لعبة فجأت أنه هم اللعبة دي كلها ماشية وفيه متعاقدين مع حوالي 18 لعب للسيزن الجديد بص الفكر وده أنا بقول مش كل حاجة فلوس الفلوس ساعات زي ما تيجت ابنك تيجت ربيه يقول لك أنا تديه كل حاجة فيطلع في الآخر متدلع وساعات الفلوس دي تبقى أنك بتبوص طبع فيه تمييز بين الأجنبي والمصري ولا لأ هسمع إجابتك بس بعد ما نروح لفصل سريع جدا ونرجع نسمع رد كابتن هشام زكري على فكرة التمييز لأنها الحقيقة واحدة من الحاجات اللي بتصنع الفارق خد بال حضرتك أنك تيجي تدي المدير الفني الأجنبي كل الصلاحيات وتيجي مع المصري تتدخل في شغله تتدخل في تفاصيل عامله وبالتأكيد شيء بيأثر سلبا على اسم المدرب المصري خلينا نروح لفصل ونرجع نكمل كلامنا مع كابتن هشام زكري مرة تانية أهلا وسهلا بحضرتكم وطبعا أهلا وسهلا بكابتن هشام زكري مشرفنا النهاردة كنت بسألك قبل الفصل هل بتشوف أنه فيه تمييز في المعاملة وفي الإمكانيات وفي الصلاحيات اللي بياخدها أي مدير فني أجنبي بيجي يشتغل في مصر عن المدير الفني المصري ولا في الناحية دي ما فيش فارق أو ما فيش تمييز حسب المدير الفني أو شخصية المدير الفني حشب الشخصية بتاعتك أنت وانت داخل وبتدرس المشروع ده فيه أجانب طبعا غصبا يعني الأجانب أكيد 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 أنت بتحاول تبايل لهم أن أنا عندي مشروع كويس وعندي إمكانيات وعندي وعندي فأي لو طلب لها بالمعصول بيتامنهوله المصري لأ أنت قد تيجي عليه شوية بس برضو حصل المصري أنا النهاردة عايز أشتغل وخلاص ولا أنا عايز أبني حاجة معينة أنا قلت حضرتك لما أعرض علي دكتور أحمد سلطان مشروعات صلاة لقيته فارج وخلي بالك حضرتك يعني هو دكتور نادر لتعرض علينا المشروع ده يوم ما سبت الداخلية يعني اليوم اللي أنا سبت فيه الداخلية تم اتصال بالاتصلاة ولكن أنا قلت برضو عشان أدرس كويس ما استعجلش أفكر كويس أعرف أدرس المشروع وكيس هل في الطموح هيوازي الطموح اللي أنا بشتغل عليه عشقاتي يبقى عندنا هدف معين ولو مجرد تمثيل مشرف لقيت الناس بصراحة فيه رقي جدا في المعاملة فيه رقي جدا في التعامل بني إدارة منتظمة مرتبة كل أفكارها إزاي أن نكون خلال موسم أو موسمين في الدور الممتاز فالمشروع عجبني جدا 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 لقيت نفسي بعد ما صدت استخرى مع ربنا عز وجل عشان خاطر يسرني للطريق الصح لقيت الأمور الحمد لله أهم حاجة يا صدر أحمد أنك تلاقي الناس اللي يساعدوك يبقى سابورتليك تقدر جاي مش مجرد تبني من الصفر لا فيه بناء فيه منظومة فيه شكل كويس فيه مشروع كويس فيه هدف فأنت بتبدأ بقى إيه من الحاجات دي ما تبدأش بالصفر لا بقى أنت الموضوع وصل لمرحلة كويسة وانت بتكمل كويس إن فيه اتفاق على رؤية كويس إن فيه عناصر المنظومة كلها محددة هدفها متفق على طريق التحقيق وده يساعدك بشكل ويساعد أي مدير فني بمناسبة المساعدة هل بتشوف يعني أنا زي ما أنا قلت فيه حالات كتير بشوفها منورة قوي مديرين فنيين وفيه منهم شباب صغير الحقيقة يمكن تجربته مش طويلة لكن تحس إنه مبسوط إن فيه مدير فني مصري بالشكل ده هل شايف إنه مدير فني في مصر هنا بيتم يعني إعداده تجهيزه زيادة خبراته من خلال منظومة معاناة معناية بده اتحاد الكورة مثلا على سبيل المثال يعني ولا الموضوع كله اجتهد شخصي كل واحد وطريقه كل واحد وسكته وكل واحد يحاول يطور بالنفس على قد ما يقدر لا كده بيحصلش ما بيحصلش على حسب يمكن حصل يعني لو فصلت المنظومتين دول الدجلة مهانوس ماجد سامي بالخبرات اللي كان دايما بيديهنا إذا كان مع نادي الأرسنال التفاقية مع التوأم مع نادي الأرسنال أو التوأم النهاردة في بلجيك عشان خاطر تقدر تشوف التطاول على تدريب إيه وحصل الكلام ده برضو عن تدريب مهانوس خالب بشارة لنتعرف إنه برضو هم ليهم أونر هناك في أسطن فيلا وده حصل معي أنا شخصيا مع نادر نادر بصراحة يعني من الناس برضو نادر شاوء نادر شاوء طبعا من الشخصات الجميلة وشخصات المهزبة وبعيد عن الشغل هو أصلا أخفاضل يعني من الناس اللي كان دايما بتحاول تساعدني في حتة الثقل بتاع المدرب لا مش موجودة يعني كلها اكتهادات شخصية برضو اكتهادات شخصية يعني أنا مثلا أرجع أقول مثلا من الناس اللي بتعجيبني جدا برا الملعب وقوة الملعب كابتين هاب جلل يعني من الناس المدربين واحد من التجارب النجحة بصراحة جدا طبعا 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 يعني حد مميز مش كمدرب كأداري كمان هو بيدير بشكل كبير جدا وبرا وجوه الملعب فأنا بوصل له يعني ما شاء الله اكتهاد واسع جدا بس ما جا أقول النهاردة هل حد ساعد كابتين هاب في حتة أنه يثقل نفسه لا ما فيش هو بيساعد كل واحد مع نفسه لكن الحتة دي لأ مش موجودة في مصر خالص غير في حاجات مؤينة وأنا أذكرتها إذا كان مهندس مجد سامي أو نادي الجنة عن طريق مين المديرين الفنيين المصريين اللي بتشوف أنهم يعني أصحاب تجارب نكحة أو أنهم عندهم إمكانية تسمح لهم بالإحتراف أنا بشوف أن فكرة المدير الفني يعني لا تقل عن اللاعبين فكرة نحن عايزين لعبها مصرية تحترف بره أنا بشوف كمان أنه أنا عايز المدير الفني لمصري يحترف بره أنا فيه ثلاث مدربين بالنسبة لي بيعتبرهم من الناس اللي أنا ببصّلهم في كل حاجة على المستوى مش هقولي القديم بس يعني هقول كسن كابتن حلم وطولان ما بيسيبش حاجة للظروب ما بيحيبش حاجة للصدفة فده أنا طلعت شفت بدأت يعني يديني ضوء كده أدور من خلاله كابتن حلم وطولان بينجح زيو ومتقلي السنين الطويلة اللي اشتغل كابتن حلم وطولان مش منفراغ أكيد الرجل ده إنه يفضل موجود الفترة دي كلها فيه شغل كبير جدا تمام كابتن طلعت يوسف من الناس اللي بعتبره بعيد عن الأهل والزمالك يقدر ينجح في أي مكان شخصية كارزمة كبيرة عادل ملتزم وهنا الناس بتقول شديد لا هو ملتزم نحن دايما نقول على الملتزم شديد لكن هو لا حد من الناس اللي بقواه طبعا كابتن هاب جلل يعني أنا خطوهم سن يعني بالسن ولكن هاب جلل من الناس اللي أنا بشوفهم لا في حتة تانية ومن الشباب الصغير اللي طالع الشباب الصغير عندنا هنا فوق الخمسين ليه عندنا سباب صغير بيقول فوق الخمسين يعني علي مهي الرداش حيطة من الشباب الصغير أنا مشجع لغزل المحل يعني أنا من صغري مشجع لغزل المحل طبعا مشجع لغزل المحل من صغري فلما أجأ بص لللي عامله غزل المحل السنة دي إنجاز كبير جدا يبسطني جدا مع كابتن خالد عيد بأقل القليل في حتة تانية أتمنى يا رب التواصل الإمكانيات بمناسبة أقل القليل دي الإمكانيات وحدها تصنع الفرق أو فيها حاجات تانية ممكن تصنع الفرق لا طبعا عمر الممكانات ما تصنع الفرق وبالدليل إن فيه فرقة إمكانات كبيرة جدا نزل الدرجة تانية والفلوس هي كتسبب في نزولهم درجة تانية مش كل حاجة الفلوس يعني أنا النهاردة أنا يعني بدون دخول في منزانيات فيه منزانات رهيبة بتتعمل المفوضة أن المزانيات بتتصرف عشان خاطر أخو بطولة أفريقيا أنا ببقى خمس سادس وممكن أنزق وفيه فرقة نزلت بدون ذكر أسامي من الفرقة اللي تعرضت علي لكن مش كل الحاجة أني ممكنت أنا بقول رقم واحد واثنين 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 تالإدارة نجاح أي منظوم الإدارة بكرة إدارة يا أزياء أحمد ومش هروح بأييد يعني مش عشان أنا موجود عندكم نادي الأهلي الإدارة تقدر توفر لي أنا كمدرب اللي قدر من خلاله أنجح بسهولة جداً 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 أعدي معاك على شوية ملفات كده الدوري المصري إيه رأيك في نسخة الدوري المصري السنانية؟ لا ما بتعجب مش ليه؟ وحس أن الدور المصري عمال استثمارته تقلت عندنا التزامات كتير كمان الكرسى اللي اتعاملت السنة اللي فاتت إن كان معمول نظام أيام كابتن هانا بوريدا ومهندس أحمد مجاهد وحثت إن هم يعملوا زي الدوري الإنجليزي يبقى تحت يبقى فيه فوق 18 وتحت 18 دي تلاغت ولغوا الهبوط طبعاً عشان خاطر كسط الانتخابات وكسط الكسط دي بهدلت الدنيا لأن النهاردة ما فيش حد ينزل فبالتالي النهاردة انت بتحط يعني في عك سوري بلاس كلمة صعبة بس في حاجة بيضة هنا وزودتها كمان بإدارياً حاجات كتير غلط فبالتالي النهاردة العك على العك الدنيا بهدلت خالص لكن النهاردة انت لو كنت نزلت بدرجة أولى محترم تشاب تشاب محترم كان يبقى فيه فوق 18 وتحت 18 هتقدر تسوق كويس أتمنى الموضوع صعب بس يقدر يحله ان يرجع الكسة دي يبقى عندك دوريين تقدر تسوقهم بشكل استثماري كبير شكل محترم كان الكلام ده بيود يحصل طبعاً ما حصلش فبالتالي انت سعدت فرق عشان خاطر كسة اللي هي اللي أنا بخلص يعني اللي هي بوضع كرة مصرية كسة الانتخابات فبالتالي النهاردة اللي بيجي الموضوع بيبقى على كتف و تقيل مش هعرف يعمل ايه فبتحول تحل حاجة حاجة أنا رأي الحل في القصص دي انصف 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 وما تخافش من حد طال الحل المستحيل انت ما رأي بقول حضرتك أنا شاف النهاردة مين رئيس تحديد ربطة الأندية تحل المشكلة من نوعية نظرة طبعاً بس مش هيحل هم وكل واحد خلاص اقلك من الموسم الجاي يخلص السيزن ده ورابطة الأندية تسلم يا سيد الفاضل هتلاقي ستة او تمانية في رابطة الأندية او اتناشا في رابطة الأندية كل واحد يدار على مصلحته مفيش حد يدار على مصلحة العامة فبالتالي كله رايح هنا عشان أنا عضو لجنة بس عايز مصلحتي مش هاعرف هدير أنا النهاردة أنا شايف نزود مهندس أحمد مجاهد نديله النهاردة أريحية سنتين ثلاثة عشان الراجل كمان لما يجي ياخدوا القرار ينصف ويشيل ويحط أي أن كان من أنا مش قصدي مهندس أحمد مجاهد أي أن كان مهندس أحمد مجاهد أي أن كان مهندس أحمد مجاهد أنت عايزها أنا شايف أنه العام كل ما بداش تكلم لغة دي أنا شايف أنه فيه منهج عمل فيه بلان للكرة المصرية خمس سنين قدام طمام الناس تعد تتفق وتقول أنه ده أجريد خلاص أو ده متوافق عليه هو ده مستقبل للكرة في مصر ويجي اكس وي زد يطبق ده طيب لكن فكرة أنك أنت كل شوية جيب لي واحد يجرب ويلعب ليعبا سوز أحمد أنت كلامك صحيح أنا أجردنا كل العاية أنا أجرد أسوز أحمد مش أقطعك بس فيه البلان اللي أي حد يقدر شعر عليه طب خلاص هاتلي خمسة خبرة وهطولي البلان وقول لي فلان أستاذ أحمد هو اللي هيديري ملف ده بالبلان اللي احنا التمثل محدش بيتفق محدش بيقدر يقول الكلام ده كل كله بيبقى رايح أنا عايز مصلحتي أنا لأ طب ماشي أنا موافق جدا هاتلي البلان اللي أنا أقدر شعر عليه خمس ست سنين أنا موافقك وانت حضرك معاي في المجال من 30-40 سنة ماكابتون جوري رحمة الله عليه حط السيستم اللي هنمشي عليه وبعكاته طلبر وطلعوا في الآخر كلام ويم قصة السكن تيمي اللي كان بيتكلم فيها عندنا السكن تيمي يقدر يشتغل نهار احنا مش عالها دلوقتي بمناسبة المنتخبات عشان قصة المنظومة دي هتاخد من هنا وقت كبير منتخب مصر الأول ومنتخب مصر الأول ومنتخب مصر الأولين كي عندي منتخبين يعني مفترض أنه في فترة حيك عارف لو حسبت القيمة التسويقية مبلغ اللي تم انفاقه على صفقات الدوري الممتاز يعني شكلمك بس على الأمدال الكبيرة اللي صرفت مبلغ مبلغ وقدر وكلمك على إجمالي ما تم انفاقه على صفقات انتقالات اللاعبين في الدوري المصري وأضيف على ده عندي عدد كبير من اللاعبين المحترفين نهاردة في مصر ما كانوش موجودين قبل كده يعني انتش كنت شحن عندك لعب ياخد شامبينز ليج أو ياخد أحسن لعيفة أفريقيا زي محمد صلاح لعب زي أنني في الأرسنال مصطفى محمد وغيرهم وغيرهم مش عشان الوقت مش هقولك الأسماء عندك لعبة محترفة بره في أندية تقيلة ورغم كده تحس انه المنتخب المصري بيعاني من وجهة نظرك ايه يا أسباب المعاناة دي عشان زي ما قلت عارك في الأول احنا تأهلنا انا بس عشان ما تأهلت فيهنش غلط في الحاموة عكبتن حسام الرجل حقق المطلوب منه وتأهل بس بعد معاناة في تصفيات أفريقيا عندك بطوط أفريقيا بطوط أمم وعندك بصها منتخب أول وعندك تصفيات كس عالم الجدول بتاع البطولات دي بيتغير كل شوية تصفياتها صح؟ تمام انت خلصت خلص تصفيات أفريقيا بس انت عشان عندك تصفيات كس عالم عندك تصفيات كس عالم هي النهاردة عشان تلتي بيبقى عندك النهاردة الجدول اللي تقدر شغل عليه فأنت معدكش الجدول القماشة الأول قبل الجدول اللي كبتن القماشة بتاعت منتخب مصر الدوري مش عاجبني ما يطلعيش لعيب قوي ولو طلعلي هيطلعلي عدد قليل من اللاعبين من اللاعبين الكصة كلها بس يمكن كابتن شوئي اوفر حظا ان عنده مجموعة طلع مجموعة كويسة جدا 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 بعدد وافر في كل الاماكن ولكن النهاردة انا انا مجهز النفسي طب هو الدوري توقف ليه طب هو بما انكلمت على كابتن شوئي شايف كابتن شوئي هيروح ينافس على ميداليا في الأولمبياد رغم انه مجموعة يعني نوعا ما شايف انه عنده حظ في انه يتأهل انا عاجب نتموح كابتن شوئي انه هو قال انا عايز اروح اعمل ادور على ميداليا تمام فدي حاجة جميلة جدا يقدر نوجد نظر هشام زكري اه يقدر نقدرش ليه اه انا النهاردة زي ما عملت النهاردة عندي القماشة عندي القماشة اه وعند الاعداد وعند الاسبانيا ومعاك ارجنتين ومعاك استراليا في المجموعة مجموعة قيلة يعني يبقى لازم عندي اعداد جيد وعندي مجموعة كويسين شوفت فرقت على مطشي بتوع الجنوب افريقيا ما اتفرقتش بس ممكن اكون مسلا شوفت الشوت الاولاني من المطشي اولاني بتاع جنوب مصطفى محمد انا شايف انه احنا عندنا مجموعة كويسة تمام كابتن شوئي يقدر يعمل حاجة اعدادك اه ممكن ممكن الاعداد عشان كورونا والظروف لها بس على الفرق على الاتيام كلها او المنتخبات كلها فبالتالي النهاردة انا بقى احساسي وطموحي مع الولاد وانا كمدرب انا اللي بوصل الهدف بوصل الطموح تاع البلد فانا طموحنا وعندنا مجموعة كويسة عايزين نعمل حاجة ايه المشكلة ناجيريا النهاردة لما خدت ميداليا وكسبة البرازيل والارجنتين طبعا فقبل النهائي والنهائي منتخبين مصنفين اعلى منصبين اعلى بس ده جيل برضو معاك جيل فلتة هل كنا نعرف مصنفين احمد لا محدش كان يعرفه كان احد ياركم كانوا بنتكلم على اوكوشة وبنتكلم على انوان كوكانو كانوا كان لسه شباب صهية دلوقتي احنا نعرف مصطفى محمد دلوقتي نعرف طهر محمد طهر دلوقتي نعرف حق كتير يبقى الموضوع بالعكس بالعكس ده اللي عندنا اوقعا عنده خبراته بيلعب وشغال وكلهم منتخب اول كان بيلعب منتخب اول ما شاء الله بيتخذه يبقى ليه اتحاده كورا بيحاول يوفره بيجيب المنتخبات يقدر اشتغل بيها انا بس اللي نمزع عني ان احنا كنا نقدر نلعب الدورة النهاردة كل فرقة عندها اثنين تلاتة اربعة ايام في المنتخب اولمبي ومبالا النهاردة انا وسعت المساحة في التأييد لخمسة وترتين لعيب ليه وعشان خاطر ليه النهاردة الموسم استخدم لك الفرقة الكبيرة اللي هتعاني النادي الاهل هيعاني الناس زي ما يعاني انه بيعاب في بطولة افريقيا هيجي عشان يقايد هيجي عشان يعمل استعداد الموسم هتلاقى الموسم متواصل مع بعض لضن في بعض فبالتالي نهاردة ده كله اجهال بالنسبة للاهلي مشكلة المشاكل اللي يمكن يعني ناس بتفرح بالبطولات لكن البطولات دي بتحملك مسئوليات وبتحط عليك التزامات يعني ان شاء الله ان شاء الله نتمنى طبعا ده مش معلنا احنا مش عايزين بطولات لكن اصده اقول انك انت تشارك في بطولة دوري ابطال فتكسب البطولة فتبقى مضطر انك انت تروح كاس علم في اليابان وتبقى مضطر انك انت تلعب سوبر افريقيا ومضطر انه الموسم الثالث يلحم في الموسمين اللي قابله وده كله بيبقى يعني الناس ما بتحسش بالعباء دي والمجهود الكبير ده لكن دي ضريبة البطولة ده سيد احمد احنا بقى انا كام موسم دولاتي لاضن في بعضه ماشي وراء بعضه ده التالت مين هيستحمل الكلام ده كمان كرسة اريكسون اللي حصرت في المتش بتاع الدنمارك ايوه كريسسون اريكسون كرسة كرسة النهاردة اللي عيب ده مش مكينة اللي عيب ده بشر ما يستحملش في نهاية سيزون وبتعمل بطولة اليورو بـ 24 منتخب اجهات كبير جدا وبعد كده يرجع على اعداد فرقته اللي هي اصلا هتكون بدأت بالها مسلا خمساشر وعشرين يوم وما خدش الروحة بتاعته اللي بينه سيزون اللي هي المفروض النواب ناء ادم كل الكلام ده كوارث كوارث احنا نحن محتاجين بس حاجة واحدة بس بداية سيزون ونهاية سيزون عشان الولاد يقدروا يريحه يقدروا يستجمه يقدروا يعرفه يعني ان لبدنك عليك حقه فهو مش مكينة يقدر نهاردة شغلوا بيطلقوا ماش ما ينفعش لا احنا عندنا في الاهل شغلوا بيطلقوا ماش ما شاء الله ربنا يا رب ان شاء الله يا رب طبيعي ماتش التراجي النادي الاهلي وانا عارف ماتش صعب وماتش تقيل جدا ربنا يوفق النادي الاهلي وان شاء الله فراحة قبل ما تنقلني هسمع رأيك في الاهلي والتراجي بس اشوف بس سؤال اخير في المنتخبات منتخب مصر الاول بالتشكيلة بلا انت قلت عليها محترفين على محليين على اولمبي وان شاء الله لو اولمبي عمل حاجة في اولمبياد اعتقد ده يبقى يعني هدي دافع وحافظ اللاعبة اكتر انها يتبقى عايزة كمان توصل كاس عالم قادر يوصل كاس عالم ولا ما نحلمش ونبصش لبعيد اوي كده عشان نكون امين ويعني ما تجأ تسأل هشام مفيش حاجة لكابتل حسام في قصة ان انا موصلش كاس عالم مفيش حاجة انا النهاردة منتخب اولمبي يقدر يفرز لي عدد وافر من اللاعبين هقدر اجيب من الدوري يعني عندي قوة يعني قوة لعبين او مجبوعة لعبين محترفة مش قليلة على المجموعة اللي انا شايفها من الليفل 1 او الليفل اي اللي هو يقدر يشتغل مع المنتخب بشكل جيد لا ما عنديش حاجة انا موصلش كاس عالم في مراكز فيها مشاكل من وجهة نظرك الشخصية في منتخب الاول والله انا مش شايف في مراكز دير باستثناء ممكن رقم 4 و 5 يعني انا مش شايف ان بعد الوينش بعد حجازي مش شايف حد اللي انا ايمن اشرف بنحاول نوظفه في حت الطرف الشمال وبرضو حت الطرف الشمال فيها مشاكل فهي دي الحتتين اللي نقدر فيهم مشاكل لكن بقيت المراكز عندنا وافرة كبيرة جدا من اللاعبين طيب انا المعاكل الاهلي والترجي بما انك انت فتحت الصلة ودوماتش منتظر بالنسبة لجمعية النادي الاهلي في البطولة المفضلة برضو للأهلوية اللقاء الزهاب في رادس والحقيقة يمكن اهلي ترجي من كلاسيكيات الكرة الافريقية يعني في كل بطولات افريقيا وخصوصا في السنوات الاخيرة بالذات يمكن الاهلي والترجي دايما حضرين نهائي قبل نهائي بتشوف ازاي الزروف بتاعت المواجهة بتاعت رادس يوم السبت هقول هقسمها قصتين عندي الوداد وعندي الترجي والنادي الاهلي هنا المجموعة اصحب الماتش هنا اصحب اصحب الترجي قوته في ملعبه لكن ماتشاته كلها اللي كان بتلاقيها برا حتى اخر ماتش كان خسرانة نم صف ومش فرقات مش شافها من الفرق العالية وكان خسران يبقى انا اذا افهم من المجأة حل الترجي انهو على ارضه مميز يبقى انا النهارده النادي الاهلي واكيد نادر اهلي حلل القصة دي مع مدسماني وفريق التحليل اللي معه ان انا محتاج بس هناك نتيجة ايجابية عملت هناك نتيجة ايجابية لانهو كمان خد كمان وفرة هيبقى في دعم من الجمهور في خمس تلاف خد موافقة بخمس تلاف ودي دعم كبير جدا لان جمهور الترجي شارسة شوية في تشجاحها قدرت اعمل نتيجة ايجابية هناك ان شاء الله هقول مبروك نادر اهلي المجيء احلل المتشين والنادر اهلي ان شاء الله بإذن الله قادر يخلص هنا في الكهارة ولكن دائما النادر اهلي معودنا ان برة بيعمل نتيجة ايجابية بفضل الله عزيزي الحمد لله دي في اخر برضو ماتشته فأنا متفائل ان شاء الله بإذن الله هو موسط المصر اتمنى له رب التوفيق وان شاء الله يعمل انك نتيجة ايجابية يرتاح بها هنا ويجي خلص هنا ان شاء الله بإذن الله واتمنى والله صعدنا النهاي الموضوع بعد بعودك رب نعدل المرحلة دي في النهاي الموضوع هيبقى اسهل تلعب عايزة اسمع هشام زكريا يلعب ماتش الترجي ده ازاي والله انا مش هقول انا مندفع شوية يعني انا حتى انا حب المندفعين اه بحب بحب دفاع متقدم تمام احول من اول لكن اما جاء اعمل دفاع متقدم بيبقى في الماتش التاني الماتش التاني انا لأ انا شايف مع مدسماني اللي هو بيقسم الجيم على اساس ان هو يطلع في الوقت باحسن نتيجة من المباراة فهو بيفضل ماشي تحت الكورة بيعمل زون تحت الكورة بالمجموعة العائمين كلها لحد ما يقدر يعمل على الاطراف اللي هو كان طهر محمد طهر مميز شريف مميز افشم مميز ان هو بيقدر يوصل الاطراف وانت عندك ما شاء الله كوة كبيرة جدا في الخط الامامي عندهم سرعات كبيرة جدا يقدر ودي مشكلة الترجي ان الترجي عنده في الاتنين الاربعة وخمسة اللي هما سردباكات عندهم مشاكل عندهم كمان وراء الطرف اليمين والباكرة والباكتف عندهم في مساحات بتبقى وراء فيقدر يستغلها ان شاء الله بإذن الله تعالى ان هو يقدر يشتغل تحت الكرة ويقدر يشتغل على السرعات اللي عنده ومشاء الله تبارك الله شريف يا ربنا يحفظه من الناس اللي بتقدر تترجم الشغل ده اللي هو متسمين مين الفرق مين اللعيب اللي شفت انه وجود مسيماني عمل مع نقلة في أداءه في مستوى هقول اتنين شريف وافشن شريف وافشن شريف المعدل التهديفي بتاعه عالي جدا بدأ ياخد فرص منه كان في الأول كان بديل بدأ خذ فرصوت وبدأ يعلى ومشاء الله يشتغل كويس جدا افشن بدأ ينضج يعني عارف النضوج الدولي النضوج العالي بقى المستوى لعبه كمان اللي هو الإيجابي قوي مفيش كان اول افشن مثلا في امبي او مجرد الاتنين سبعة وحدش اتحركوا او تسعة اتحرك غلطوا اللي هو الشغل بتاعه عجون البص بتاعه عجون فبيقدر يعمل ما شاء الله البصات مين في مصر بينفس افشة في الحتة دي من وجهة نظرك محمد إبراهيم محمد إبراهيم سراميكا بصراحة عامل سيزن بقالوا مسلمين من قام ما كان في المكان سراميكا حاجة تقول ان حابا ريم كان مظلوم جدا في الزمالك دي موهبة لازم 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 من أكثر لعبين مظلومين ولازم كابتا حسام يبصلوا لانه هو تظلم فانه ما عيتان مش استدعائه للمتاخد طبعا موجة نظرة طبعا لا منافس شارس لقافش يعني لانه هو كمان عنده عنده لمحة بيقدر يلمح يقدر كمان يهدف وهقبش يقدر يهدف فالمهم الوفرة بتعمل حاجة حيرة حلوة للمدرب يبقى عندك خطة تقدر من خلالها تشتغل بشكل كبير جدا بعد ثلاثين دقيقة اقدر اعمل ايه بعد ستين دقيقة اقدر اعمل ايه فدي حاجة بتخليك بتحطك دايما في ارتاحية عندك المجموعة اللي تقدر تقدي التاكتك اللي انت بتشتغل اتمنى الله من رب الطافي وكل اللعبة مصر يعني محمد ابراهيم بصراحة كواس ان احنا جدنا من الناس اللي لفت نظري جدا في الدورة مصر هو الحقيقة خلينا برضو نتفق انه محمد اشتغل على نفسه كواس جدا يعني محمد ابراهيم في المقصة أو في سيراميكا غير محمد ابراهيم اللي كنا شايفينه قبل كده خالص على كل مستويات خالص حتى في الزمالك يعني انا مشتوش الزمالك اللي في اول سيزن او تازم مع كابتن غير غير مختلف يعني هو يشكر على انه انقذ موهبة في زمن بقى فيه ندرة كبيرة جدا في الموهبة هو انقذ نفسه الحقيقي وقدم نفسه بشكل كويس جدا زي ما انا متفق معك سواء مع المقصة أو مع سيراميكا اتمنى ان شاء الله انت مع مدرسة كمدير فني مع مدرسة المدير الفني اللي يحضر ويشتغل على ان فرقته تنزل تفرد اسلوبها وتنفذ طريقتها في الملعب ولا مع كل مواجهة لها حساباتها وقرية الخصم والشغل على التفاصيل اللي في خصمك هي اللي تحدد الطريقة والاسلوب يبقى مجنون اللي يختار شكل معين يعني النهاردة النادي الاهلي بلعب بقى هل هكرنو بماتش في الدور المصري مش ممكن طبعا دي مش هقدر معلش معلش سامحني حسب رؤية الجيمي اللي بشتغل وحسب نوع الدوري اللي انا بشتغل فيه هقول بساطة جدا هل الاهلي بيتعامل في افريقيا زي ما بيتعامل في الدور المصري اشك في الدور المصري هو زمالك الفرق يفرد سيطير الاهلي بطل وطبيعي جدا اي فرقة بتنزل قدام فريق بطل تمام بتبقى في دوافع شخصية يعني كل اللي عايب بينه وبين نفسه عايز يزبط نفسه وفي دوافع لجهاز فني هجاوب عليكم النادي الاهلي هجاوب عليكم النادي الاهلي قبل ما لعبت راجي كسب مين كسب سانداونز الماتش اللي هناك هو كاسبان هنا 2-0 تمام رح ونعضي البركان طبعا في كاسور تمام رح هناك فرد طريقة الاهلي الدفاع المتقدم الاهلي عطول بيالعى الدفاع المتقدم بريسلنج من أول ديئة لا استنى شوية وارتاح وسب يحضروا زي هم عايزين وبقى كده رح خواطف الجنة الأولانية يبقى اذا دي مش تريت النادي الاهلي طريقة الاهلي معروف النادي الاهلي يبقى السنة عملت الشكل ان انا كسبت بيه وصعبت بيه اروح اقول تعظيم سلام مسلماني مش متهور مش متهور انا شايف تجربة مسلماني مع الاهلي نكحة جدا نكحة جدا احسبها ارقام الناس اللي بتتكلم على الكورة والحلاوة ومش عارف الكلام ده كله اسف اسف انا ارقامه ارقامه هاجلة ارقامه مميزة اديني ارقام انا كان عجبني جدا برضو في ناس زمالك بتشيكوا كان مدي شكل وكرة مع معجبوعة نانس زمالك كانت بسطاني جدا كانت بسطاني جدا اداء راقي نتائك مميزة في مديرين فنين انت تكلمت عن المدير الفنين المصري في مديرين فنين اجانب جو مشتغلوا في مصر مشتازم دلوقتي على الفكرة شايف انه هم اضافوا سابوا بصمة المديرين الفنين المصريين استفادوا من طريقتهم من فكرهم من منهجهم او اسلوبهم في شغلهم لا ما شفتش ما شفتش شفتش خلص حد منتخبات او اندية لا 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 ما شفتش ما شفتش حد جي حد كبير اضافة كبيرة جدا جدا سوري يعني معلش انا عارف برضو ان منول جوزيب بالذات بالنسبة النادر اهلي اله ولكن انا بقى وصل لا سفر الله بس يعني هو انا فهم هو قضينا معاه تحت قيادته فترة يعني ما انا جاي لك في الكلام في كل المستويات ارقام اداء رهيبة طبعا ولكن انا اسف ده كان في مجموعة شايلة منتخب مصر عملت نتائج مبهرة عملت نتائج مبهرة بس احنا بتفقين انا مش بالاسماء بس برضو كابتن هشايل ده فيه على فكرة المجموعة دي المجموعة دي صعب جدا النجم التقيل ده عشان تبقى عندك الكم الكبير من النجوم ده ويبقى فيه التزام ويبقى فيه انضباط ويبقى فيه سماعة تعليمات وحفظ وشغله عارفت مست المجموعة دي وصيد احمد ايه ان هما فنيا كانوا عليين جدا وخلقويا عليين جدا بص ودي صعب يعني صعب ان يعني يتعد عليك تاني ان هما عندهم كل مميزات ان هما يعني يوصلوا لأعلى مرحوات يعني كان نفسي يلعبك أسعال انت عمرك شفت شفت في الاهلي مجموعة مش ملتزمة ومنحية الأخلاقية على أعلى مستوى يعني تهديش انه فيه بس كان بيحصل لكل قاعدة شيئا ستلاقي واحد أو اثنين لكن المجموعة دي كانت مع بعض يعني يعني احنا مش هنشوف زيهم ولا في النادي الاهلي ولا في المنتخب اتمنى اتمنى بس هو انا لحد دلوقتي على حسب ما شفت هو يا دي المجموعة انت بتكلم على أسامي يعني وقل جمع عمد متاب بركات أبو تريكا يعني مش عايز انس يعني عارف حجر أعصام الحضري يعني عارف انت بتكلم يعني هتوقع تلات سنين تكلم في أسامي اي فشوفوا التفرة اللي عملوا في منتخب مصر كان نفسي او المجموعة دي توصل كاس عالب فالنهاردة انا لأ ما شفتش حد مميز دخل وصف في بعض المطشط يعني يعني مطش برازيل ومطش ايطاليا كاس القارات ومطش بردنا كل حق وبعد كاس قربنا من أمريكا فإيا ما لاش ما لاش خليني عشان وقت برضو انا عايزة أكلمك شو قبل بس مقفل حتة المدربين انت ما شفتش في مصر المدرب أجنبي او يعني وجة نظرك ما فيش حد أضب لا ما حدش طب على المستوى مين المدربين الأقرب لقلب وعقل هشام زكريا ايريك فانتين اللي هو بتاع ايكس اوكي يعني حاجة رهيبة يعني هو بس يعني انا معرفوش بصراحة يعني مقدرش احكم عليه كمدير بشوف موشات الايكس بس مقدرش مقدرش احطه مقام مع جوارديولا مع متابعتش ايكس اللي لما هو اشتغل اوكي يعني متابعتش الساكن تيم في بايرميونيخ متابعتش 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 مقدرش مقدرش اول من الممكن لكو الغلطان بس هو من الناس المميزين اللي بيقدم اداء راقي جدا بمنظومة رائعة بفكرني بحولندا الطحونة الهولندية بدون مركزية وبنتائج عالية وكان قريب جدا السنة مش السنة 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 اللي فاتت انهو يوصل نهائي اما كان كاسبان متابعتش توتنهام اتنين وطوتنهام وصل عمل قام باك هي مدرسة ايكس باعت الكورة الحقيقة طول عمرها مدرسة مفرحة مبهجة يعني هم يمكن ما بيكسبوش بطولات كتير اوي على المستوى قارة اوروبا لكن هم يظلوا واحد من اكتر واهم الفرق في التاريخ كله اللي بتصدر مواهب لأكبر عنديات اوروبا دي حقيقة على مدر التاريخ كله لكن انا تابعت ايكس من ساعة ما هذا الرجل ميسيك التيم لقيت فيه اختلاف فيه اختلاف حتى في التمركز بتاع ايكس كمان هو مش اللعبة للصف الاول ايه طبع هو بيعتبر على خطاع الناشئين زائد بعض اللعبين من الدوريات اللي هي الليفل بي لكن هو راقي وبعين من الوضح انه متفل معنادي على تطور الناشئين واللعبين بشكل كبير جدا ودلوقتي متالي هم من اكتر الناس في استثماراتهم في بقية اللعبين وما فيش تقريبا لعب من طالع من اكس ما اخدش بطولة مع نادي تاني يعني كلهم ابطال الحقيقة بيطلعوا اوروبا بمناسبة اوروبا بقى واليورو سريعا جدا عشان وقتين بس انا اكلم معاك شايف يورو عشرين عشرين عندنا بشوف انها واحدة من اهم بطولات كورة القدم في العالم مش عارف شكلك مش متفق معايا خالص طيب شايف لزاي البطولة السنة دي ومين من وجهة نظرك منتخبات مرشاحة اما نتكلم كورة اسبانيا اسبانيا بس طبعا فرنسا انا كنت حد اسبانيا رقم اتنين فرنسا ولكن دائما المرشح بيبقى عليه ضغوط كبيرة جدا هتلاقي بعد كده لكن انا متضايق جدا من قصة البلاد الكتير المتفرعة في الاندية كمان 11 مدينة اه كمان حتة 24 فريق سحة فلايا بقى بيحتفلوا بالبطولة واجواء يمكن حسن حسنها قللتها حسنها قللتها كتير سكانيا انا كنت باع من النهاردة 16 تيم اكوا 16 تيم سعد لليورو صلة دولتا بتكلم في 24 في بعض الأسامي انت مش عارفها تمام بعد انا本الي بي السبب المستوى مكدونيا مش عايف كمان قلل كتير في مستوى اليورو ثانيا انت بتكلم في موسم مرهج جدا جدا مع وجود كورونا وهارجع للقصة المحزنة بتاعت طبعا ودي كتسبه رئيسي عشان خاطر نقول يا جماعة اهدوا شوية لعبين مش مكان ارحموهم اديهم راحة جيدة في فواصل المواسم عشان يقدروا يديك انتاج كويس. طيب فرنسا او اسبانيا او فرنسا منتخب مرشح اسمع منك بس مين ممكن يكون حسان اسود? مين حسان اسود? اتمنى اتمنى يكون بلجيكا لان بلجيكا دي انا نفسي مع مجموعة اللاعبة الموجودة دي تاخد بطولة. ومين الموديل الفاني توقع يكون نجم الشباك في اليورو عشرين عشرين? متاعلي منشين. منشين. عامل شغل مع ايطاليا وقدم اولاق. الوحيد اللي فارج. اعتماده. ليه? لان انت لما ترجع كده متخب ايطاليا في الفترة الاخيرة بعيد اوي اوي اوي. صحيح. حط نفسه في مستوى الاول. اللي هو يقدر. لا انا ممكن اخد بطولة. فرنسا المانيا النهاردة مين يكسب? فرنسا بتاع هادل. بتاع هادل. شام زكريا باشكرك شكرا جزيلا. شرفت ونوارت السادسة. انا لاتشرفت بك. والف مبروك وبالتوفيق في تجربة جديدة مع مصرية السلاة ان شاء الله. انا مبسوط جدا. اول مرة كم متواجد معك. شرف لي. والشرف لي. ومبسوط جدا بالحديث معك كان حوار يعني ممتع. ومتشكريك على صدافتي. واتمنى لكم يا رب التوفيق. والنادي الاهلي في ماتش التراجي بسهول ان شاء الله. بإذن الله توصل البيعسة يمكن في خلال في طريقها لتونس دلوقتي. ونطمن عليها ان شاء الله. وبكرة يكون اول او وصلت بالفعل بلغوني دوقتي ان البيعسة وصلت. وكان في استقبالهم سفير المصري في تونس. ورئيس نادي التراجي لسه البيعسة وصل حالا. الحمد لله على السلامة. من بكرة هنتابع مع حضراتكم لحظة بلحظة. ومع زماننا فاروق صلاح من تونس. السادات النادي اهلي في اول ايام وبقى على ارض تونس ان شاء الله لمواجهة التراجي يوم السبت المقبل. تحياتي لحضراتكم مرة تانية وشكرا على المتابعة.